رسول الله قد سنى الزواج لكثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب بذنة الأصل يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيبة مبسمها عبير المسك بالقول فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حل فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا جئتنابه نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد مرحبا بكم في الحلقة الخامسة عشر من الدورة التأهيلية للحياة الزوجية وقد انتصف برنامجنا هذا وحلقة اليوم هي واسطة العقد في هذا البرنامج وعنوان الحلقة ليلة العرس ست ملاحظات ولكن كنت وعدتكم في الحلقة الماضية أن أحدثكم بالأحاديث التي ينبغي على الزوجين أن يتحادثا بها بين العقد والعرس في الفترة التي بين العقد والعرس ماذا تحدث زوجتك؟ ماذا تحدثك؟ هذه الأحاديث مهمة أولا ينبغي عليك أن تحدثها أو تتحدث معها بالأمور العاطفية وهذا أمر مرغوب شرعا وقد أشرنا وتحدثنا إلى هذا الأمر في الحلقة الماضية مطلوب منك أن تروي عاطفة زوجتك هذه والزوجة أيضا مطلوب منها أن تروي عاطفة زوجها وهذه أحاديث مهمة لكنها ليست كل شيء في الحياة فأنتما قادمان إلى حياة جديدة طويلة ممتدة فيها صعوبات وفيها منغصات وفيها مرضيات وفيها عسر وفيها يسر وفيها شدة وفيها رخاء وفيها صحة وفيها مرض ليست الحياة كلها في الحب والعشق والغرام والهيام والوله والوصال والوجد واللوعة هذا جزء من الحياة لكن هناك أجزاء كثيرة أن تحدث زوجتك فيما يتعلق بالأمر العاطفي هذا مطلوب منك مطلوب ثانيا أن تحدث زوجتك في فترة العقد عن ماذا تكره وماذا تحب ماذا تحب أنت من الثياب ماذا تحب أنت من الألوان ماذا تحب أنت من الأطعمة ماذا تحب أنت من طريقة الكلام على الهاتف ماذا تحب أنت في علاقاتك الأسرية هل تحب الاجتماعات الكثيرة للعائلة هل تحب الهدوء ولا تحب هذه الجمعات الكثيرة هل ترغب أنت في أن تخرج من بيتك باستمرار مع أهل بيتك هل لا تحب الخروج من بيتك بل تحب أن تمكث فيه هل أنت ميال لكثرة الأولاد هل أنت ميال لقلة الأولاد هل يزعجك أن تتكلم زوجتك كثيرا على الهاتف هل لا يزعجك حدث زوجتك في فترة العقد بما تحبه أنت وما تكرهه من حياتك العامة لأنها امرأة غريبة عنك لا تعرفك لعلك بعد حين إذا لم تحدثها مثلا كانت هي تحب المكالمات الهاتفية كثيرا وأنت لا تحب المكالمات الهاتفية أبدا بعد حين هي ستزعل منك تقول لها لماذا زعلت تقول أنت ما تكلمني بالهاتف لو أنك أخبرتها بطبيعتك أنك تحب أن تلتقيها مباشرة وتكلمها ولا تحب أن تتكلم كثيرا على الهاتف لعلك في يوم من الأيام أنت تصرخ في وجهها لا سمح الله أو تحزن حزنا شديدا منها تقول أنا لا أحب أن تتكلمي كثيرا على الهاتف تقول لك يا أخي أنت ما أخبرتني لو أخبرتني لم تنعت عن هذا الأمر أخبر زوجتك في فترة العقد بما تحب أنت وما تكره أنت وسلها ودعها أيضا هي تتكلم ماذا تحب هي وماذا تكره هي حتى يستطيع كل منكما أن يوائم صاحبه زوجه قدر الإمكان حدث زوجتك في فترة العقد بما تحب وما تكره حدث زوجتك في فترة العقد عن وضعك المادي بعض الرجال يخفون أمورهم المادية عن زوجاتهم لا لا حدث زوجتك قل لها أنا موظف أعمل في الشركة الفلانية أتقاض راتبا خمس عشرة ألف ليرة سورية في الشهر وعندي عمل إضافي يأتيني راتب خمسة آلاف المجموع عشرون ألف سننفق إن شاء الله ونعيش حياتنا ونسوي أوضاعنا على هذا المبلغ وإن شاء الله الله يوسع علينا بعد زواجنا أخبرها هي لا تعلم ربما هي تظنك أنت من كبار رجال الأعمال وعندك مالا كثيرا تطلب منك أموالا فتمنعها تقول يا أخي أنت رجل بخيل هي لا تعلم بأن مدخولك هذا المبلغ ربما تظن هي أن مدخولك أقل بكثير خبرها عن وضعك المادي خبرها كيف تتعب أنت بجني هذا المبلغ يعني تقف أنت ساعة وساعتين وست ساعات لتصور لقطة من اللقطات لتتقاضى ألفا أو ألفين خمسة أو أقل الزوجة في البيوت لا تأخذوني ربما قالت لزوجها أريد ثوبا ثمن الثوب خمسة آلاف كم كلفتها أعطاها الزوج خمسة آلاف اشترته كم كلفها هذا الثوب كلمة هي قالت أعطني خمسة آلاف فأعطاها كلمة ثمن الثوب كلمة بالنسبة لها كم ثمن الثوب بالنسبة لموظف ماذا تعني الخمسة آلاف بالنسبة لموظف هي عمل نصف شهر هي عمل ثلث شهر يعمل بخمسة آلاف هي كلمة قل لها تفضلي هذا المبلغ لكن اعلمي بأن هذا يمثل ثلث الراتب هي ستدرك ومرة ثانية ستحافظ على هذا الثوب كثيرا ولن تطلب منك ثوبا آخر بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد شهرين تقول زوجي تعب بالثوب الأول لأجله عشرة أيام أو خمسة أيام أو أكثر أو أقل حدثها عن وضعك المادي حدثها عن علاقتك مع أهلك قل لها أنا متعلق بأمي كثيرا أمي بعد وفاة أبي رحمه الله هي التي اعتنت بنا وربتنا لذلك أنا أنظر إليها نظرة إكبار وإجلال وهي الآن بحاجة إلى رعاية كثيرة بعد كبر السن أرجوك ساعديني على رعايتها حدثها عن علاقتك بأهلك قل لها أخي كذا أحب أن تكون علاقتي معه كذا وأحب أن تكون علاقتك مع أهلي كذا وهي تحدثك أيضا تقول أنا علاقتي مع أهلي كذا وكذا حتى تمشي حياتكما تقريبا بوئام الآن أيضا حدث زوجتك كيف تحل المشاكل نحن اعتدنا أيها الإخوة في لحظات الصفاء أن لا نتكلم إلا عن الصفاء والود والحب لكن هذا غير صحيح حدثها وأنتما جالسان ومسروران وفي أكمل حالات السعادة قل أريد أن أسألك غدا إذا غضبت أنا وصرخت ماذا تفعلين هي ستقول لك أعوذ بالله والله لو فعلت ما فعلت أنا ما أتكلم شيء قل لها أنا أشكرك لهذه العاطفة لكن أنا أريد أن نتدارس مع بعضنا ماذا يعني تفعلين لو أنا صرخت في البيت تدارس أنت وزوجتك هذا الأمر مثلا بعض الرجال يحب إذا غضب أن لا يتكلم أحد أمامه بكلمة بعد عشر دقائق عندما يصمت ويهدأ ويجلس يأتي ليسمع من أصغر الرجال وأكبرهم أو من أصغر النساء وأكبرهم يستمع إليهم قل لها أنا أرجوك إذا غضبت لا أحب أن يتكلم أحد لأن بعض الزوجات أو الزوجات عموما إذا شاهدت أزواجهن وقد غضبوا تذهب إليه من كرمها لترضيه تحدثه هو يكون عادته لا يحب أن يحدثه أحد في لحظة الغضب فقل لها أنا إذا غضبت أرجوك اتركيني دقيقة أو دقيقتين خمس دقائق أكثر أو أقل بعد هذا نتحدث حتى تعرف في علمات الآن بالعكس أنت قولي له قولي له لا تؤخذني أنا أحيانا كمان تطلع مني كلمات يعني بس والله ما بيكون بأصدي يعني أنه أحكيها فلا تأخذ كل هذه الكلمات نعم أخبريه ماذا سيحدث في فترتي الخصومة قل لها أنا لا أحب أن يخبر أحد خارج البيت بمشاكل البيت قل لها أرجوك لا تتصلي بأمي لتقولي لها يا مرت عمه ابنك هيك 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 تعيش فيه شو بنا نساوي معه ربما هو لا يحب أبدا هذا الأمر ربما يحب يعني أخبر زوجتك عن طريقة حل المشاكل فيما بينكما وأنت أخبريه ماذا تفعلين يعني في لحظة الغضب يعني في فترة العقد يا أيها الإخوة هي فترة مناسبة جدا لتعارف الزوجين على بعضهما البعض لذلك حدث زوجتك عن أمور العاطفية وحدثها عن أمورك المالية وحدثها عن طريقة حل المشكلات وحدثها عن طريقة علاقاتك الأسرية وأخيرا أنصحك أن تأخذ بيد زوجتك لتذهب أنت وهي إلى مجلس من مجالس العلم تجلس أنت في قاعة الرجال وتجلس هي في قاعة النساء إذا كان الله بين الزوجين فإنه جل جلاله سيتولى التوفيق بينهما وإذا رفعت أوامر الله من بين الزوجين فإن الشيطان سيتولى الإفساد بينهما خذ بيد زوجتك وانضيا معا في كل أسبوع إلى مجلسين من مجالس العلم كانت هذه هي النقاط التي يتحدث بها الزوج مع زوجته في الفترة بين العقد والعرس والبحث اليوم متعلق وهو بحث مفصلي وهو واسطة العقد متعلق بليلة العرس سأبدأ حديثي عن ليلة العرس ولكن بعد الفاصل فانتظرونا نكون معكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر